نتحدث هنا عن وثيقة سياسة ملكية الدولة اللي النهاردة خلال اجتماع مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعلن عن تفاصيل الوثيقة خلاص النهائية وعن أنه سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وافق على وثيقة ملكية الدولة وبالتالي دكتور مدبولي قال الحكومة هتبدأ في عملية تنفيذها على الفور لتحقيق الهدف اللي بتسعى عليه الدولة واللي بيتمثل فيه وضع إطار تنظيمي واضح ومحدد يتم من خلاله تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية ويعمل في الوقت نفسه على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية طيب ده كلام جميل جدا نتجع ونذكر هي ايه وثيقة سياسة ملكية الدولة دي وثيقة سياسة ملكية الدولة بتقول هي وثيقة بتنظم الاستثمار بصفة عامة والحكومي الاستثمار الحكومي بصفة خاصة فبالتالي بتقول هذه الوثيقة القطاعات الرئيسية اللي الدولة هتفضل بتستثمر فيها وهتعظم من حجم استثماراتها فيها زي مثلا مجالات البنية التحتية التعليم الصحة وما إلى ذلك بتقول أيضا هذه الوثيقة القطاعات التانية اللي الدولة هتتخرج منها مش هتستثمر فيها ولو لها استثمارات في هذه القطاعات فهتتخرج منها بشكل مرحلي على مدار السنوات القليلة القادمة فيه بند تالت وهو القطاعات اللي ممكن تبقى الدولة فيها أو فيه نوع من الشراكة في هذه القطاعات ما بين الحكومة والقطاع الخاص لو جينا فندنا بالأرقام هنلاقي إنه مثلا الدولة هتبقي على استثماراتها وهتزودها في 27 نشاط تمام؟ ودي أنشطة أغلبها بتتعلق بالبنية التحتية والقطاعات ذات الأبعاد الاستراتيجية والاجتماعية زي القطاعات الموجودة قدام حضراتكم على الشاشة دلوقتي منها الصحة منها التعليم بنية تحتية محطات إنتاج مياه الشرب شبكات توزيع المياه إنشاء الأرصفة بنية تحتية نقل البحري سكك حديدية وما على شكلة كل هذه القطاعات اللي هي بنسبة كبيرة جدا مش من القطاعات اللي القطاع الخاص بيدخ فيها استثمارات لا تشغلوا البند التاني وهو أنه الحكومة في بعض القطاعات اللي هتتخرج منها تماما هتتخرج من جميع يعني هتسحب جميع استثماراتها وملكيتها في حوالي تسعة وسبعين نشاط في قطاعات مختلفة منها مثلا على سبيل المثال للحصر اللي موجود أيضا حضراتكم أيضا على الشاشة زي الاستجراء السمكي الثروة الحيوانية قطاع المجازر قطاع التشييد بعض مشروعات الإسكان الاجتماعي أنشطة إنتاج برامج التلفزيون والأفلام السينمائية تجارة التجزئة صناعة السيارات وما إلى ذلك يبقى البند الأخير اللي بيمثل حوالي 45 نشاط اللي هي قطاعات الحكومة هتبقي على استثماراتها فيها مع اتجاه لتخفضها والسماح بمشاركة أكبر للقطاع الخاص في هذه القطاعات زي القطاعات الموجودة أيضا على الشاشة منها صناعة الأسمنت والحديد والألمنيوم وغيرها من هذه القطاعات ترجمة نانسي قنقر